قامت جمعية الأرمان بتسليم أجهزة تعودية من أطراف صنعية وسماعات طبية بمقر الجمعية على مستوى قرى ومراكز محافظة الجيزة وتأتي الخدمة ضمن جهود الجمعية لدعم منظومة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجا في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في المجال الطبي لمساعدة غير القادرين قامت جمعية الأرمان بتسليم أجهزة تعودية من أطراف صنعية وسماعات طبية بمقر الجمعية على مستوى قرى ومراكز محافظة الجيزة النهاردة عندنا تسليم خمس حالات بيستلموا أطراف صنعية من مختلف المحافظات الحالات كلها بتقدم عندنا في الأرمان بنبتدي نعمل بحث على الحالة وتأكد مدى استحقاق الحالة في الحالة الأولى تستحقق بنبتدي عطول تنفيذ الأطراف الصنعية نحن بنبتدي تأهيل وتصنيع الطرف الصنعي ونسلموا الحالات بكل ده بيكون خدمة مجانية مية في المية لأهلين حالة هنرد عندنا يوم خاص بالجهزة التعودية الأطراف الصنعية والسماعات الطبية بنقدم الخيم مدية للمواطنين المصريين كل ده تحت مظلة التحالف الوطني الجمعية بتعمل تحت مظلة التحالف الوطني تهدف الجهود الطبية المقدمة للمواطنين إلى الانتقال بالشرائح المحتاجة من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء أشكر جمعية الأرمان والله أنا من أول ما أقدمت استقبلنا أحسى استقبال والحمد لله وفعلت تركب السماعة والنهار دا استنمها أنا كنت مقدم للجمعية على طرف صنعي والحمد لله يعني أنهم توفقوا معي وقابوا للطرف الصنعي بعد أقدمت ورقة بعد سبعة أيام بالزبط قالت على إيس جهاز عمله جهاز من أول يعني فبعد كده من مسجل جهاز قالت ثلاث أيام بالزبط روحت إيه؟ عملت بروفة بعد يومين بالزبط قالت على السنة من الجهاز تأتي هذه الخدمات الطبية ضمن جهود الجمعية لدعم منظومة التحالف الوطني لعمل الأهلي التنموي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجا ضمن المشاهمات الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية